أفضل أيام الأسبوع وهو يوم عيد للمسلمين قال نبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة لذلك خصه الله بخصائص منها صلاة الجمعة وهي فرض عين بلا خلاف وتركها من أعظم المحرمات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن ودعهم أي تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين وتجب الجمعة على المسلم بشروط منها العقل والبلوغ فلا تجب على صبي ولكنه يؤمر بها إذا بلغ سبعة ومنها الإقامة فلا تجب على مسافر إلا إذا أقام في بلد وقت صلاة الجمعة فتجب عليه ومنها الصحة فلا تجب على مريض ولا على مرافقه الذي لا يستطيع تركه ومنها الذكورة فلا تجب على المرأة ولكنها إذا حضرت الجمعة صحت منها وأجزأتها عن الظهر ووقت الجمعة هو وقت الظهر وهي ركعتان يجهر فيهما الإمام ومن أدرك الإمام قبل أن يرفع من ركوع الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة لكنه يضيف ركعة أخرى ويتمها ركعتين ومن أدركه بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة فيدخل مع المصلين ثم يقضيها ظهرا أربع ركعات بعد سلام الإمام ومن حضر إلى الجمعة متأخرا فلا يتخطى الرقاب ولا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن كان الإمام يخطب ومن قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى وفاته أجر الجمعة فبادر إلى الجمعة ولا يشغلنك عنها شاغل فيفوتك خير عظيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ترجمة نانسي قنقر